السلام عليكم مرحبا بالمشاهدين لولو يامي انتمنى تكونوا بالخير على خير اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد الحلوة اللي كتدوب في الفم وكتجي بنينة بنينة بالزد الحلوة ديال ميزينة ديجا شاركتها معكم ولكن ما خاصرين والو انا عاود نشاركها معكم وسهلة في التحضير والمقادير القلال وكتخرج واحد لكمية كتيرة بسم الله على بركة الله اول حاجة عدي هنا او خمس وعشرين قرام زبدة المهم المقادير القلال وتخرج واحد لكمية كتيرة ما شاء الله مية وخمس وعشرين قرام زبدة غادي نزيد على مية وخمس وعشرين قرام زبدة غادي نزيد عليها نصف كاس ديالس كاس نصف كاس ما كامل نصف كاس طريقة سهلة عندي واحد رشة ديال الملحة واحد ساشي ديال سكر الفاني غنخلطو مزيان بعد ما خلط سكر ديالي مع الزبدة غنزيد بيضة وحدة نخلطو نخلطو مزيان نخلطو الزبدة مع البيض والسكر غنزيد نسكس ديال الزيت طريقة سهلة والمقادير القلال والحلوة ديالنا كتجي رائعة كتدوب في الفم بعد ما خلط البيض مع الزيت مزيان والسكر غنزيد دباء ميزينة عندي هنا انشا عندي 450 جرام ديال انشا ديال ميزينة المهمة 450 جرام ممكن تشيط او لا تكون ناقساكم شوية غنزيدو على حسب بيضة اللي درت المهمة انا درت 450 جرام جت هي هديك غنزيدو دباء واحد صشي ديال الخمارة ديال الحلوة دباء غنخلطو 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 الخالط ديالي غنزيدو غنزيدو مايزينة المهمة 450 جرام ديال مايزينة لي درت دبه درت يدي غنجمع العجينة ديالي العجينة ديالي بعد ما جمعتها غنزيدو مايزينة دير كوائرات صغار المهمة كوائرات ديال كلج كند هاللطة اللي قد دخل الفران كندير كويرات ديالي المهم كنديرهم قد قد وخدرتهم صغار ولكن كيجيوه كبار من بعد لكنديروا شوكولات والكوك صافي دبا غادي نديروا لطة ديالي غادي نديرها في الفران الفران كانت شعل الفوق والتحت ما شاء الله را كتخرج كيمية كتيرة را عمرت هاد لطة وما زال باقي عندي غادي نديرها لطة تانية ما شاء الله بعد ما خرجتها من الفران هي هادي المهم ما كتتحمرش هي الشيكي مشاقة مزيان ولكن ما كتتحمرش حيث هما هاد الحلوات بنيتها كويرات تلج درت شوكولات ديالي في باماغي كل شي غادي عرف هاد التاريقة غادي ندير كاسرونة في هالمون حطو علي كاسرونة تانية باش غا نحطو الشوكولات ديالنا بعد ما دوبت شوكولات ديالي هو هادا صار في دبا إلا كان قصح عندكم شوكولات إلا ما كانش جاري بزاف زيدوا الحليب راه كي يجي مزيان مع شوكولات بيض الحليب كان زيد شوية الحليب المهم كين بعض الشوكولات ما كانديروش الحليب وهو إلا كان شوكولات قصحة دائما زيدو شوية ديال الحليب صافي هادو هما الكويرات تلج اللي كتجي الديدة ما تشبعوش منها البنتي اللي درتو هاد الحلوة صافي كانديروها في الكوك مني كانديروها الشوكولات كانديروها في الكوك صافي كان حطوها من قاعي نقول لكم بصحة والراحة ما تشبعوش منها ركاد دوب في الفم هاد الحلوة البنات حيت كلوها عندي الضياف وعاو طلبوها لي واحد دراري يعني اللي كينين مع ذوك الضياف قالوا بغينا هاديك الحلوة عجبتنا بزاف وعاو تدرتها ليهم وشاركها معاكم انتمنى تعجبكم إلا عجبتكم ما تنسونيش بالمشاهدة زوجكم الله كل خير